بسم الله الرحمن الرحيم أي شيء تقرأ تستفد وأي شيء تستمع إليه في العلم تستفد معنا اليوم الدكتور محمد الحسيني وهو أمبراطور اللغة العربية وفيلسوف القانون والتقنينات والتقنيات هذا الرجل المبدع سيحدثكم اليوم عن فنون الصياغة وعدة محاور أخرى أدعوكم أن تنصطوا لهذا الرجل انصطوا لهذا الرجل واكتبوا وراءه كل واحد يكتب معلومة 2 3 5 هتلاقي في معين الدكتور محمد الحسيني الكثير اللي هنستفيد منه جميعا فليتفضل الدكتور محمد الحسيني ليقدم لنا من علمه لنرثوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد أشكر معالي النقيب محمد بيك مسعود وأشكر السادة الحضور جميعا كما وأسعد برفقتكم في هذا الملتقى وفي تلك الندوة التي تدور حول منحة المنحة منحة المحامي القانوني المحترف وليأذن للسادة الحضور أن إيه بعد إذن معالي النقيب يعني أنا أحب أن أحاضر هكذا في بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء دعونا نبدأ ما العنوان العام لهذه المحاضرة ولتلك الفعالية هي منحة المحامي المحترف ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك منحة يعني شيء سيعطى هذه المنحة ليست هي منحة مالية وليست هي منحة مكانية أو منصبية ولكن هي منحة بالضرورة معرفية مهارية ثم هذه المنحة هي للمحامي المحترف المحامي المحترف ما هذا الاسم؟ محامي رجل قانون ويسمى رجل القانون العملي المحترف ما الاحتراف؟ أصل الاحتراف الحرف والحرف هو أقصى الشيء وطرف الشيء يعني الأقصى الأعمق الذي هو يعني في الذروة وفي القمة إذن المحامي المحترف لا بد وأن تكون له مواصفات ولا بد أن تكون له خصائص يكون بها محترفا والسؤال على النحو الآد ما تلك المنحة؟ بالتأكيد منحة كما قلنا معرفية مهارية ما المنحة المعرفية المهارية التي ستدلي بها اليوم يا دكتور محمد؟ أقول اليوم بإذن الله سنتحدث عن محاور ثلاث المحور الأول ألا وهو محور البناء القانوني أو الصياغ القانونية المحور الثاني هو محور المرافعة القانونية المحور الثالث هو محور الاستدلال القانوني إذن المنحة المعرفية المهارية تقوم على محاور ثلاث المحور الأول محور صياغي بنائي المحور الثاني محور ترافعي خطابي المحور الثالث محور منطقي استدلالي هذه المحور هذه المحور بإذن الله نرجو من ورائها أن تكون عاملا ودافعا ومعززا وبانيا ومنشئا ومقوما ومؤسسا لهذا المخرج وذلك المنتج الذي نتوخى ونرمي إليه وترمي إليه نقابة المحامين ولجنة الفكر فيها ألا وهو المحامي المحترف إذن الاحترافية القانونية للمحامين تتعلق بهذه المحاور أيضا السؤال يتجدد وما تلك الخصائص والسماد والمواصفات في هذه المحاور يا دكتور محمد التي تقوم بالضرورة على تحقيق المطلب المحام المحترف دعونا نرى ذلك بداية دعوني أدخل بمقدمة صغيرة ولكنها أسيسة ركيزة لا بد منها كل شيء كل علم كل معرفة مطلقا لا بد وأن تقوم على تصور ما هذا التصور يسمى البرادايم أو البرادايم أو المعتقد المعتقد هذا التصور هو تصور في الحقيقة أصلا يعني أنا لو أثق في نقابة المحامين فأنا انظروا أعتقد فيها أؤمن بها كل تصرفاتي كل حراكي كل فعاليات المتعلقة بالنقابة تقوم على هذا التصور تصور الثقة أني أثق فيها وفي نقيبها وفي أعضاء مجلسها طيب لو أن تصوري ومبدأي ومعتقد عنهم مشكوك مظنون كل أفعالي وتصرفاتي فسرها بناء على هذا الظن وعلى هذا التشكك ما المقصود يا دكتور إن مقصود إني في الصياغ والمرافعة والاستدلال لابد من أساس نقوم عليه ما هذا الأساس هو الفكرة 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 القانونية ما القانون هذا الذي سوف نعنى بصياغته ونعنى بخطابيته مرافعته ونعنى بالاستدلال له وعليه ما القانون هذا لابد لي من فكرة من تصور للأسف أبناؤنا وهذه مشكلة كبيرة يبدأ يقول له تعالى أعلمك المحاما المحاما ممارسه والمحاما جزء من قل والقل قبل الجزء النظرية الألمانية المعروفة حتى في التربية وفي التفكير والفلسفة نظرية الجيش تقول أن الإنسان فينا يبدأ بإدراك الكل قبل الجزء أنا عندما أدخل أنظر إلى البهو وإلى الجميع لا أدري من الموجود أفاجأ معالي المستشار محمد بيجنيدي معالي النقيب إذن نحن ندرك الكل أولا ثم ندرك الجزء هذا لابد منه إذن التصور مطلوب مهم قبل الدخول في التفاصيل لابد أن تقف على التصور فالفكرة القانونية مهمة طيب إذن لدينا فكرة ولدينا صياغة ولدينا مرافعة أو خطابة قانونية ولدينا استدلال هذه هي العناصر الأربعة عناصر هذه الندوة بإذن الله الفكرة فكرة عن القانون تصورات القانون تسمى الكيان الكيان كيان القانون هذا الكيان الذي نتحدث عنه الكيان ثم الصياغة الصياغة تسمى البنيان إذن عندي كيان وعندي بنيان ثم الخطابة هي بيان يبعين دي كيان وبنيان وبيان خطابة إفصاح يعني تبين وتبين وتستبين وتوضح وتفصح عن المعنى ثم الاستدلال هو برهان الاستدلال برهان إذن محاورنا هي محور كياني محور بنياني محور بياني محور برهاني عو هذا يا شباب يعني أنا أحب دائما التأصيلات عندما تؤصل للشيء تتيه ترجع إلى الخارطة أو الخريطة أو إلى التصور أو إلى المقوم الأول طيب دعونا نتحدث عن المحور الأول ألا وهو محور الكيان ما القانون هذا القانون فكرة ما الفكرة يا دكتور الفكرة على النحو الآتي أنا أنظر إلى هذا هذه المنصة نظرت إليها أنا أخذ منها طبعة قبي قبي يعني أخذ منها انطباعات وأستدير وعندما تغيب عني وأستدعيها هذه الفكرة فإذن الفكرة هي استدعاء لشيء كنت أعاينه فعند شيء يسمى عيان وشيء يسمى تصور صورة والصورة هذه يعبر عنها بالفكرة فالقانون لا يمسك ولا يرى شاخصا محسوسا هكذا ولكن هو فكرة فهو فكرة فكرة ماذا هو فكرة فلسفية أو فكرة وجودية يعني الحق أين الحقيقة الحقيقة أن الله هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء يبقى إذن إذا كانت الحقيقة هي الله إذن العدالة هي ما جاء به الله إذن التقنين والتنظيم والتشريع والإجراءات والممارسة مستمدة من الفكرة الأولى إن القانون إلهي ولمن لا يؤمن بالله يقول الأصل والحقيقة في هذا الكون هي الطبيعة فإن كنت ترى المبدأ الأول مطلقا هو الطبيعة يعني القوانين والنوميس والأطباع الناس فيها خير فيها جانب سوي فيها فطرة سوية مشتركة فيها حبل الحرية الكل يريد فإذن يكون المبدأ الأول والمقوم الأول طبيعي إذن العدالة التي قامت على الحقيقة أو الحق الأول هي عدالة طبيعية ثم التشريع والتنظيم طبيعي قانون طبيعي أو تشريع طبيعي أو تقنين طبيعي ثم الممارسة تدور حول هذه التصورات والأفكار والمعاني الأولى وهذا يسمى فلسفة القانون درسناه ولكن أنا أستدعي في نقاط مهارية مهمة يعني أنا بإذن الله أوجز لكم ذلك وهو عاويص وصعب ويعرف ذلك من تعنى في مادة الفلسفة طيب المبدأ الثالث إني حاشة لله ونعمة بالله ولكن من لا يريد الله ولا الطبيعة يقول لا 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 أنا لا أعرف إلا الإنسان والمجتمع وجماعتنا فقط هذه هي الحقيقة ما نتواضع عليه ما نتفق عليه وما سوى ذلك الزيف لا خير فيه فمثل هؤلاء فمثل هؤلاء إذن الفكرة الأولى هي فكرة المجتمع التنظيم الاجتماعي الوضعي الذي تواضعنا عليه وهذا هو القانون القائم الماثل في معظم الدول حتى الآن طيب الفكرة وضعية ما نتفق عليه وما نتواضع عليه وننشئ مؤسسة يعني منتخبة أو معينة تكتب لنا التقنينات بالتالي الحقيقة حقيقة إنسانية وضعية ثم العدالة عدالة وضعية ثم التطبيقات والإجراءات هي إجراءات وضعية تقوم على التقنين الوضعي وعلى الفكرة الوضعية ولعل هذه الأخيرة تفسر لكم يستغربون التحديد الجندر ويعني المثلية في الغرب وكذا هو ما في مشكلة عنده يعني ما يتفق عليه يفرضه يصوغه تقنين خلاص يلزم الكافة يصنع منه أنت تقول ما هذا ويكاد يجن جنونك ما هو هو المبدأ الأول ليس الطبيعة وليس الله ليس الحق الإلهي ولا الحق الطبيعي ولكن هو حق وضعي فبالتالي ارتأوا ذلك فليصنعوا ما يرتأون فقط حتى تفسر أنا لا أتعاطف مع هذه الأشياء أبدا إنما هي خروج عن الفطرة نعوذ بالله منها ولكن أدعو دعوة للتفهم لكي تفهم ما الخطب وما الأمر وما الذي يحدث هكذا هي شخصية القانوني محاميا كان أو قاضيا أو محققا لابد أن يعي الأمور وأن يربط بينها أصول معاقد الأصول مبادئ عامة قواعد عامة قواعد جزئية ثم هناك تنظيمات تعليمات ثم هناك ممارسات فلابد أن تربط ما بين ذلك حتى تكون إنسانا سويا في كل مأزق تعرف كيف تقططف ومن أين تؤكل الكتف تعرف كيف ترجع كيف تصحح أخطائك البرامج الذكاء الاصطناعي تقوم على هذا الأمر في إيرور في السيستيم يختبر يكتشف هناك هنا في الأصول في كذا في الوصالات في الفصلات في البروسيسين في الأوتبود في الإنبود في هذه الأشياء فلتقن كذلك أيها القانوني العظيم طيب دكتور محمد أنهيت المحور الأول نعم أنهيته على سبيل التنظير ما الفائدة التي نستفيدها منه أولا اعلم ذلك إن المعرفة القانونية لك تصورك القانوني الأول إن كان به عطب أو به صخب أو قائما على الهشاشة والغشاشة صدقني ستتعنى وتتعب في كل حياتك القانونية فإذن لابد أن تكون معرفتك القانونية صائبة قوية كيف تعرف أن معرفتك القانونية صائبة وقوية لابد وأن يكون فيها مفاهيم تعرف ما مفهوم الحق يا أخي سواء نظرية الحق الشخص أو الوضع أو النظرية المختلطة أو النظرية الحديثة للأسف درسونا في الجامعة ومعرفون كيف نستفيد من هذه المعطيات الرائعات أنا لما كبرت في الرياضيات ما عرفوني يعني عرفوني المعادلات وأنتم كذلك ولكن لما هذه المعادلة ما وظيفته لم نعرف فلذلك لم نستقر لا في لغة إنجليزية يسخرون من إنجليزياتنا المصرية ولا من علومنا على الكفاءات العظيمة التي درست ولكن والله لما سفرت إلى الخارج أقسم بالله رأيت أهوال وويلات ليت ولات الأمر يعني ينتبهون إليها فيعلموننا كيف نربط ما بين المبادئ وما بين التطبيقات طيب إذن المعرفة لابد أن تكون صحيحة كيف تعرف أن معرفتك القانونية صحيحة لابد وأن يكون بها مفاهيم وحقائق وبها مبادئ وقواعد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية كيف أميز بين العلم القانوني وغيره من العلوم العلم القانوني أو العلوم تتميز بموضوعاتها وبمناهجها وبمفاهيمها وبغاياتها علم الإجرام وعلم العقاب هل هما واحد؟ لو واحد نسميه علم الإجرام أو علم العقاب فلابد أن هناك اختلاف هل اختلاف في المنهج؟ آه يعني المنهج واحد منهج قانوني متقارب هل اختلاف في الغاية؟ لا الغاية واحدة هي يعني تعرف الجريمة وأحوال المجرم لمعرفة الطرق المناسبة لإصلاحه وعلاجه ودمجه في المجتمع وعلم العقاب معرفة العقوبة التي يستحقها هذا المجرم إذن أين الخلاف؟ الخلاف في جزئيات من الموضوع ثم في المفاهيم مفاهيم علم الإجرام غير مفاهيم علم العقاب أبناؤنا في الفرقة الأولى من كليات الحقوق يدرسونها مادة واحد علم الإجرام والعقاب نعم هذا على سبيل المجاز ولكن التخصص أن هذه لها مفاهيمها ولها نظمها وهذه لها مفاهيمها ولها نظمها إذن عي هذه القاعدة تتفاوت وتتمايز العلوم والتخصصات بالموضوعات وبالمفاهيم وبالمناهج وبالغايات فإن اشتركت في شيء فهيهات أن تشترك في المفاهيم المفهوم هو الذي يعبر عن الشيء علم الإجرام حتى اسمه الإجرام الجريمة التجريم انظر اختص بها العقاب العقوب نظرية العقاب نظرية التدابير باعتبار أنها عقوبة على سبيل المجاز وإلا يعني إيه كلاهما يسمى الجزاء القانوني تسمى النظرية الجزائية الجزاء القانوني هو إما عقوبة أو تدبير فلابد أن تكون مؤنقا فاهما لما تقول ووالله لو أن أحدكم على أو في منصة ووقف وعبر للقاضي وقال وهذه البنية الجزائية التي قوامها العقوبة والتدبير صدقني أن القاضي أو المخاطب سينظر إليك بعين إعجاب بالفعل الجزاء عقوبة وتدبير وليس التدبير عقوب كما نخلق يعني ليست العقوبة تدبير أيضا فبالتالي تسمى يعني الدول العربية تسمى القانوني الجزائي أو الجزاء القانوني مش العقوبة ولكن عندنا نقول العقوبة وقلنا أسبق ولكن من حيث الدقة الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب طيب هل هناك فائدة ثالثة في المحور الأول حتى نغلق عليه يا دكتور أقول نعم المحور الأول أيضا يستدعى أنه خذ هذه المعادلة بقدر ما تتقنه بقدر ما تكون محاميا عميقا محاميا محترفا وبالأحرى قانونيا عميقا محترفا أنت ليس لديك رؤية ولا فكرة ولا كل شيء ينبني على التصور الأول الفكرة الأولى طيب قبل أن أنهي هذا المحور آخر شيء فيه كيف يا دكتور محمد أني لو عيت وأتقنت هذا المحور الأول سوف أكون قانونيا عميقا محاميا عميقا أنظروا إلى هذه الخماسية مهمة جدا وأرجو أن تستوعبوها هي محور من محاور من يريد أن ينمي نفسه في سماوات القانون وفي أفاقه أي عمل قانون أي قانون مطلقا يمارس القانون لابد له من خماسية لا سادسة لها أول شيء الفكرة اللي هي المعرفة القانونية ثم بعد الفكرة هناك رؤية رؤية يكونها بناء على المعرفة القانونية فكرة رؤية هذا مستوى نظري ثم هذا الإصبع الوسطى الخطة فكرة ثم بعد الفكرة رؤية ثم هناك خطة خطة دفاع خطة حديث خطة مقال خطة عمل قانوني خطة مقابلة عملاء قانونيين موكلين خطة لقاء قابل خطة لابد من تخطيط طيب فكرة رؤية خطة بعد الخطة ممارسة ثم بعد الممارسة في ناتج في طحن في منتج في أثر لهذا الأمر فكرة رؤية خطة ممارسة نتيجة للأسف يبدأ الكثيرون هنا من هنا يبدأ بالخطة طيب أين الرؤية طيب يقولك نعم عندي رؤية أي رؤية هل لديك فكرة معرفة إذن هي معرفة ثم رؤية تقوم على المعرفة ثم تبنى الخطة وبعد الخطة تأتي الممارسة وللأسف البعض يبدأ من الممارسة إن بدأت من الممارسة فأنت ضح ذو هشاش أنت هش تعيش بالغش يعني تمارس ماذا؟ أين خطتك؟ تقول عندي خطة طيب أين رؤيتك التي بنيت عليها الخطة؟ تقول عندي رؤية بناء على ماذا كونت هذه الرؤية هل لديك فكرة معرفة قانونية صحيحة إذن هذا هو العمر تريد أن تكون محاميا محترفا قانونيا محترفا لابد من استكمال هذه الخماسية فكرة رؤية خطة ها ممارسة نتاج هذه مهمة هذه الخماسية تحل إشكالات كثيرة تريد أن تحكم على فلان بالعمق دعه يطرح معرفته اللي الفكرة ثم يتلوها بالرؤية ثم بعد ذلك يعطيك الخطة ثم بعد ذلك يأتي بالممارسة ثم يأتي النتاج عميقا كما كانت الرؤية عميقة وتأتي الخطة عميقة كما كانت الفكرة عميقة والرؤية عميقة ولي يعني كتيب صغير في ذلك أحكي فيه هذه المعادلات حتى أريح السادة القانونيين لأنه كثير من الطلاب يقول كيف أبدأ أين أبدأ أن لي أن أبدأ أقول له ابدأ من هنا أنا أنهيت الآن المحور الأول أدخل إلى المحور الثاني ألا وهو محور الصياغة ألا وهو محور الصياغة المحور الأول هو الكيان المحور الثاني هو البنيان ما هو الكيان فكرة كيان كينونة طيق كينونة ذهنية لأن القانون فكرة فكرة يا دكتور محمد فكرة اجتماعية فكرة فلسفية فكرة لغوية فكرة منطقية هذه هي أصول القانون لا يخرج عن أربعة الأفكار هذه المحور الثاني محور الصياغة ما الصياغة الصياغة هي صناعة طيب أو هي نهج أنا أحب أن أسميها بالنهج نهج يعني منهج ومنهاج ومنهجية هي نهج صناعة القاعدة القانونية الصياغة نهج فليست الصياغة ممارسة هي نهج نهج أولا منهج هي منهج ومنهاج ومنهاجية ونهج ونهجة كل ما تشاء in English in Arabic يعني هي نهج لماذا؟ لأن الصياغة هي طريق طريقة علمية حاذقة وطريقة خبراتية مهارية ممارسية منطقية تجمع كافة الأفنين في تحويل المعنى والتصور في عقل وفي يعني أحشاء المشرع أو المقنن إلى صورة مكتوبة كلنا هو بنيان إلى بناء مكتوب فالصياغة نهج نهج تحويل المعنى والتصور ومراد المشرع وما قصد المشرع إلى يعني بنيان محسوس ملموس منظور مشاهد مقرو مكتوب مفسر تستطيع أن تمسك أبنيته اللغوية والدلالية بيديك وبوجدانك وبفكرك إذن الصياغة ما هي؟ هي نهج نهج صناعة القاعدة القانونية وماذا يا دكتور؟ نهج صناعة القاعدة هذا التقنين التقنينات هي قواعد قانونية سواء كان التقنين دستوري الأعلى أو التقنين العادي سواء كان أساسي أو عادي ثم التقنين الفرعي اللوائح وغيره أو حتى القرارات يعني ذات الصفة التشريعية فإذن نهج صناعة القاعدة القانونية وتطبيقاتها ومقتضياتها إيه التطبيق يا دكتور؟ اللي هو الحكم القضاء؟ ما هو القضاء؟ يطبقون القوانين يكيف ثم بعد أن يكيف ويفسر ويؤطر ويستخرج تقديراته سلطته التقديرية ثم سلطته المحددة المقيدة يخرج الحقيقة الحقيقة العملية لأن هناك حقيقة اللي هي المبدأ الأول يخرج الحقيقة أو بالأحرى عنوان الحقيقة في حكمه القضائي ومن هنا جاء اسم أن الحكم عنوانه الحقيقة فإذن الصياغة هي نهج صناعة القاعدة القانونية هذه هي التقنينات التشريعات وهو نهج صناعة التطبيقات الحكم القضائي وصياغة أعمال الصياغة القضائية تب أين نحن؟ وهو كذلك نهج لماذا؟ نهج صناعة مقتضيات القاعدة القانونية مقتضيات يعني أعمالنا أعمال المحامة أعمال التحقيق المحضر المذكرة الطلب المرافعة المكتوبة يعني أي ورقة قانونية تدخل في هذا الإطار فما الصياغة ما تعرف الصياغة القانونية أو النظم القانوني هو نهج لصناعة القاعدة القانونية ألف باء صناعة تطبيقاتها اللي هي الأوراق القضائية ثم صناعة مقتضياتها المقتضيات اللي هي إيه؟ ثلاثة المقتضيات مقتضى الأمر يأمرك بكذا أو مقتضى النهي ينتهي عن كذا أو الإجراءات البينية إلى غير ذلك طيب يا دكتور محمد هذا هو المبدأ أين القاعدة؟ أنا أشرح مبدأ وتطبيق له ما التطبيق لهذا المبدأ؟ قبل أن أقول تطبيقه أريد أن أنوه إلى أن الصياغة لها قواعد مرعية وأنا عندي يعني عشر قواعد أسيسة رئيسة للصياغة في كل ما يدعى أنه صياغة كل ورقة قانونية حتى لو ورقة لقى لقى يعني ملقى على الأرض أو ورقة حكم قضاء أو نص لا بد ويتوجب أن يتوفر فيها هذه القواعد أو المبادئ أو ما سأقوله هذه العشرة لخصتها في ثلاثة حتى يعني لا يتسع المقام لذكر العشرة وهي في المذكرة لو وزعت أو رفعت على المواقع في النقاب المبدأ الأول الذي يحكم الصياغة على النحو الآتي الصياغة القانونية تراعي بالضرورة جوهرها جوهرها؟ ما جوهرها يا دكتور؟ ما جوهر الصياغة؟ الجوهر اللي هو الماهية الطبيعة طيب طبيعة الصياغة لها طبيعتان طبيعة قانونية وطبيعة لغوية فالصياغة القانونية تراعي جوهرها وبالأحرى جوهريها الجوهر القانوني والجوهر اللغوي يعني هناك مجموعة من القواعد اللغوية لابد أن تتبعها الصياغة أو تتبعها الصياغة أو تخضع لها الصياغة مثل ماذا؟ قواعد النحو الصف اللي هي القواعد البنائية قواعد المفردة العربية والهيئة والصيغة والإيه هذه الأشياء تخضع لماذا؟ لأن أي خبص أو أي خلط في اللغة يفسد الدنيا يفسد الدنيا نحن في القانون عندنا قاعدة أو مبدأ الغش يفسد كل شيء كذلك في الصياغة القانونية العته اللغوي أو الإسفاف اللغوي أو الاستخفاف اللغوي يضيع الحقوق يضيع حقوقك حقوق موكلك يغير المعنى يسحله يحرفه يؤوله لا يستقيم الأمر بحال إن كان هناك خطأ لغوي صريح وعليه كان هذا المبدأ الأول الصياغة تراعي جوهرها وبالأحرى جوهريها جوهرها اللغوي فتراعي القواعد اللغوية العامة الأساسية وتراعيها القواعد القانونية لا الصلاحيات القانونية صلاحيات لماذا يا دكتور محمد لم تقل قواعد قانونية قلت في اللغة قواعد لأن اللغة قاعدية قواعد النحو قواعد الصرف قواعد البلاغة قواعد الإملاء قواعد التصويت اللي هي أحكام التجويد قواعد كثيرة حتى الإملاء والترقيم قواعد الإملاء والترقيم أما في القانون هناك قواعد قانونية موضوعية للقانون أما للغة شيء أنا أسميت في نظرياتي وهذه دراساتي للدكتوراه كانت بعنوان النظرية العامة للغة القانونية أسميته الصلاحيات القانونية يعني القانون يصحح هذه ويسقط طلك بالله عليكم ويعني حتى لا أدري من منكم يجيب عن هذا هل يصح أن أصوغ يعني التشريع أو الدستور أو قانون ما في صورة شعرية وفي الآخر ده الشعر ده كلام بليغ يلتزم قواعد اللغة هل أصوغ القانون في ألفية مثل ألفية ابن مالك قال محمد إن هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي لا يصح لماذا رغم أن اللغة صحيحة لأن القانون لا يسمح لا يسمح بالإيجاز ولا بالإلغاز ولا بالإطناب ولا بالتطريب ولا بالتضاد القانون حاسم إذن هي صلاحية قانونية فهناك صلاحيات قانونية تفرض نفسها على الصياغة ومن ثم كان هذا المبدأ طيب تطبيقاته أنه لا يجوز أن يصاغ القانون ولا التشريع في صياغة شعرية يقول لك بس أنت الذي قلت يا دكتور محمد حلو يعني ابن مالك يقول قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك فما المانع أقول له هذا هو المطلع أدخل إلى عمق الألفية ستجد فيها وفي اسم نبت نبني نبني من سمع واثنين ومرئ وتأني سنتبع أو هو أو نائبه في الأمر نحو درب أضرب أضربه أخشدري ما هذا القانون لا يقوم على ذلك هذه أبيات صعاب فبالتالي لا يصح يعني إذن الصلاحية القانونية رغم أن مادة الدستوري المادة الثانية الدستوري المصري وكلها المادة الثانية في الدستير العربية الاثنين وعشرين دستورا خلق الدستور التونسي والدستور دستور آخر ذكرها المادة الأولى لأن ولغتها الدولة يعني ولغتها هي اللغة العربية هذه هي القاعدة الدستورية النص الدستوري أطلق كلمة اللغة العربية هي اللغة الأساسية محكمة النقد تقول في بعض أحكامها الرائعة تقول وقد عرفنا من خلال النص الدستوري ونص قانون السلطة القضائية المادة 19 لما قالت المادة 19 ولغة المحاكم هي اللغة العربية قالت محكمة النقد ومن هاتين المادتين نخرج أن اللغة مقوم رئيس من مقومات الدولة القانونية صدقت محكمة النقد وأبدعت وأحسنت وللأسف لم أجد أحكاما كثيرة إلا قليل فتاة عن اللغة لدى محاكمنا العليا المؤقرة وهذا للأسف الأسيف ومما يجعل البال كسيف فمحكمة النقد قالت هذا أولى المحاكم أولى المحاكم باللغة والصياغة تعرفون أي محكمة يا شباب المحاكم العليا النقد الدستورية العليا الإدارية العليا أي محكمة من وجهة نظركم أولى بهذه الصياغة أن ترعاها وأن تقوم عليها في مكاتبها الفنية بدل من المجلدات المجلدة وبدل من يعني ها النقد رأي آخر أحسنتم اللي قال الدستورية العليا لله دركم هذه محكمة اختصاصاتها خطيرة نعم هذه تتصدى للتفسير الدستوري وحكم المحكمة غير قابل للاستئناف لا طريق عادي ولا غير عادي ولا التماس نظر ثم هي يعني حكمها ملزم للكافة حكم بات من أول النطق به لا رجوع عنه طيب المحكمة الدستورية هذه السلطة الخارقة يعني وأنا لي دراسة بحث أخف أن أنشره يعني حتى إيه لأن يعني لا القانون نسق منطقي لابد من توازن هذه المحكمة أولى الناس بماذا؟ بالصياغة باللغة القانونية ما مدخلك؟ ما دليلك على إسقاط هذا النص؟ ما دليلك على الترجيح؟ لا بد أن يكون قضاتنا الموقرون في المحكمة الدستورية أهل لغة وأهل أصول وأهل منطق لأن عملهم هو التفسير الدستور خصص المحكمة الدستورية الوحيدة بمواد أكثر من مواد البرلمان ومن أي مادة لأي محكمة عليا أقول هذا عن علم وعن بحث وعن فحص واختصها إذن القاضي الدستوري والمحكمة الدستورية تمسك الرقاب والأعناق وتفرض رأيها أو حكمها أو اجتهادها على الكافة لذلك دعاوك إلى أن كل حكم للمحكمة الدستورية لابد أن تكون معه مذكرة مذكرة تعلن لماذا أسقط هذا النص؟ لماذا فسرتي هذا التفسير؟ خاصة أن علوم اللغة بفضل الله قائمة كامنة يعني أنا أرى بعض الأحكام أين الدلائل اللغوي؟ أين رئيس بويه والأخفش والشلوبين والزمخشري؟ وابن عصفور وابن يعيش؟ أين 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 أين؟ أنا لكم ذلك؟ أنا لكم؟ يعني المحكمة الدستورية تعمل في إطار وفي فضاء موضوعي وليس فضاء قناعي القناعة للقاضي الجنائي أما المحكمة الدستورية لابد أن تكون أحكامها وأن تقوم على بعد موضوع تدليل استدلال لغوي قاعدي استشهد لي بألفية ابن مالك استشهد لي ولا تلي فريقة فعولة أصلاً ولا المفعال والمفعيلة كذاك مفعل وما تليه تلفرق من ذي فشذوذ فيه حتى الأبياط الصعاب هذا هو دورها وإلا تأتيني كيف تسقط نصاً تشريعياً بناءً على ماذا؟ لا مجال لا مجال ألبتة في أعمال المحكمة الدستورية للرأي أو للإجتهاد أو للقناعة ليس هناك شيء يسمى قناعة المحكمة القاضي الجنائي هذا حقه ولكن القاضي الدستوري لابد أن يكون لغوياً أصلياً ودعوني أخفف الحد عشان نكون عيشوا أيه؟ يعني معاني النقيب معنا نزيد في ذلك طيب ونسكت يعني الله مستعى طيب إذن يا شباب تحدثنا عن الكيان ثم أتينا إلى البنيان كلنا الصياغة الصياغة مهمة جداً والصياغة هي صياغة القاعدة القانونية يعني التقنينات وصياغة تطبيقاتها يعني الأوراق القضائية والحكم القضائي يأتي في الذروة من ذلك ثم هي صياغة مقتضياتها اللي هي باقي الأوراق القانونية والرسمية أي ورقة تتصل إلى القانون بصلة تسمى ورقة قانونية أو ورقة رسمية وورقة رسمية أو عرفية يعني أهم شيء تدخل دائرة القانون ونحن نعرف المحرر الرسمي والمحرر العرفي وآليات تحول المحرر العرفي إلى رسمي وما سوى ذلك طيب يا دكتور محمد كل هذا في المبدأ الأول نعم يجب على الصياغة أن تراعي جوهريها اثنان المبدأ الثاني وهما ثلاثة مبادئ إن شاء الله ولن أطيل فيه وإلا هناك عشرة وهناك تفاصيل إن شاء الله تقلحك المبدأ الأول أن تراعي جوهريها الجوهر اللغوي القاعدي والجوهر القانوني الصلاحية القانونية اثنان يجب على الصياغة كل ورقة قانونية مضلقا لقا أو ورقة فائقة شائقة رائقة لابد وأنت تراعي المبدأ الثاني أيضا ألا وهو مبدأ على الصياغة القانونية أن تراعي موضوعها شيء طبيعي الموضوع يحدد أليات الصياغة وأليات الدباجة والسب واختيار الألفاظ والتراكيب ثم الجمل ثم الفقرات ثم العبارات ثم السياقات ثم التكست النص القانوني أجمع فهناك مرعالي الموضوع الموضوع يفرض إرادته على الصياغ طيب مثل ماذا يا دكتور لو أن موضوعي جنائي حتما سأجد العقوبة التجريم الجناية الجنحة المخالفة دليل إثبات دليل نفي هذه المصطلحات والألفاظ والتراكيب والبناء اللغوية التركبية الجنائية وإن كنت سأصوغ وصياغتي في إطار القانون الإداري سيأتيني مصطلح الإدارة الإدارة العامة المرفق الموظف العام العقد الإداري ولا نخلط عقد مدني عقد إداري شتان ما بينهما وإن اتفق في آليات والبناء الصياغية الأساسية أما الفنيات القانونية تختلف بالطبع عن العقد المدني الذي تحكمه أو يحكمه سلطان الإرادة مع النظام العام خلافا للعقد الإداري المحكوم بقواعد سابق طيب وإن كانت صياغتي في إطار القانون الدستوري سأجد الدستور المحكمة الدستورية العليا سأجد المعاني الدستورية أجمع كما قلت لكم أشياء كثيرة أيضا في الإدارة أهم شيء في الإدارة نسيتها الشرعية المشروعية وإن كان مصطلح أو مفهوم الشرعية هذا مفهوم عام في كل القانون أما المشروعية هو مفهوم اصطلاحي قانوني إداري على وجه الخصوص ويعوم أيضا في باقي الأطر وأيضا القانون المدني لالتزام الدائن المدين العقود المدنية الأعمال طبعا التجارية وباقي الأعمال اللي هي جميع العلاقات الطبيعية ما بين الأفراد بشرط أن لا تكون منها طرف الدولة باعتبارها سلطة عامة وإلا الدولة لو كانت تاجرا فهذا قانون مدني كما تعلمون جميعا إذن هذا هو المبدأ الثاني المبدأ الثالث المبدأ الثاني أعيده على الصياغة أن تحترم أو تراعي موضوعها أينما كان الموضوع فالمفردات والتراكيب والجمل والفقرات والعبارات والسياقات والنصوص تلتزم وتخضع وتذعن لموضوعها المبدأ الثالث يا دكتور محمد المبدأ الثالث الصياغة القانونية تراعي بالضرورة غاياتها الغاية ما غاياتك من هذه الصياغة؟ طيب يا دكتور محمد ما الغايات؟ هل يمكن لك أن تجملها لنا؟ أقول نعم أجملها الغايات القانونية على النحو الآتي غاية تقريرية أقرر حق أقرر يعني أنقل copy paste أنقل الواقع أتمثل المعرفة الواقعية فأنقلها كما في العقود العقود لا تبنى على المشاعر والانفعالات ولكن العقود تبنى على الحقائق المثبتات الموضوعية فلا يجوز في عقق يعني أن تذكر انفعال الحب الكر البغض التشاؤم وشقة أو وحدة سكنية بهيجة لا تشاؤم فيها اسم الله عليك يعني لا تشاؤم ما التشاؤم هذا كيف يفس وبهيجة طيب البهجة هذه كيف نقيسها ما معيارها؟ بالكيلو بالمتر بالطن بالسنتيمتر بالفمتو ثانية ما هذا؟ هذا لا يصح فهذه هي الغاية التقريرية تقرر يعني تذكر حقا مقيسا والتقرير هو تكميم معرفة تكميم رياضي قياس رياضي أريد أن أقرر هذه القاعة أقول القاعة فيها منصة هذه المنصة كم سنطي من خشب كذا طول عرض ارتفاع ذات عجل الستائر مركة كذا خمأ هذا هو الغاية التقرير فبالتالي الغاية التقريرية من أهم غايات القانون لأنه يقرر الحقوق والحقوق ليس فيها مشاعر واحد يقول يا دكتور محمد هناك حقوق معنوية أيضا الحقوق المعنوية تماسل تقايس لها مقايسة قانونية أيضا فلا يدخلها الانفعال ولا التعجب ولا البهجة ولا الحزن ولا التشاؤم ولا التفاؤل هذه معاني نفسية لا علاقة لها بالغاية التقريرية للصياغة إذن عرفنا أن هناك صياغة تقريرية يعني علمية علمية ويسمى التعبير العلمي طيب هذه الغاية الأولى الغاية الثانية غاية تأثيرية تأثيرية يعني تريد أن تؤثر آه تؤثر هنا دخلت المشاعر بقى الاموشن والفيلينج والدخلت المشاعر ليه غاية تأثيرية أريد أن أؤثر أؤثر في من؟ أؤثر في قناعة المحكم خاصة القاضي الجنائي كما تعلمون المبدأ مبدأ الاقتناع ومبدأ القناعية أنت ماذا تصنع لابد أن تؤثر لغا فعالية فلا بأس أن تشبه وأن تقول يا معالي القاضي أو يا سيادة القاضي أو يا رئيس المحكمة إن هذا المجرم قد ارتكب من الآثام المجرمة ما تنشق له يعني الأرض وتخر له الجبال هدى وإني لأستميحكم طلبا أن توقعوا به أقصى العقوبات ولا أرى له رادعا ولا للمجتمع مخيفا أو رادعا أكبر رادعا إلا أعواد المشنقة وإن استعتم أيها القاضي وتتفلسف استعتم يعني إيه؟ تقلل لأن استطعتم يعني فيها تأم استعتم يعني لو قدرتم وتقدرون وإن استعتم أيها القاضي أن تعيدوا شنقه مرات ومرات ففعلوا مرة في أقصى المدينة ومرة في أدناها وفي وسطها وأمام هؤلاء المكلومين المظلومين المجرحين الذين ما جفت مآقيهم منذ قتل ابنهم أو منذ اختطفت ابنتهم وهذروا دمها وبالأحرى يعني كل هذا في غزة فهي أولى وأدنى وأهدى وأجدى لو كان هناك مسمع لذلك من محكمة العدل الدولية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضل يعمل علينا بعد إذن حضرتك تجلب لعن البنيان وعن الصياغة أوراق المحامات عقود وصحف دعاوة ومذكرات هل ترى أن هذه الأمور هي قدس الأقداس أم أن للمحامي الحق في أن يطور نفسه ويكتب كما يشاء هل بالنسبة للعقود هل يستطيع المحامي أن يصب ما يتفق عليه المتعاقدان في الأوراق طالما أن هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام والأداب أم لا طبعا سؤال من معالي النقيب الأديب الذي نرفد من علمه وفنونه وكم له من روائع ويعني بصراحة خلاجات على صفحته الاجتماعية يعني أتوق إلى كراءتها توقع أجيب عن هذا السؤال أوراق المحامي وأعمال المحامي هذا السؤال لا يخرج عن هذه الغايات إما أن يكون ورقا تقريريا ورق تقريري يعني يقرر حقيقة مثل العقود العقود تنتمي إلى الإطار التقريري حقائق بينات طيب أيضا كل أوراق المحامي من الدفوع والمدافعات التي تبنى على البراهين وتبنى على الدلائل الموضوعية هي تقريرية ما لي يا دكتور محمد أين التأثير وسنأتي إليه يا معالي النقيب في المرافعة هناك محور كامل عن المرافعة التي هي تأثير وانفعال وتفاعل فأذن لي أن أقفز إليها بعد هذه أوراق المحامي إذن لا تخرج عن هذه الغايات الغاية الأولى تقريرية الغاية الثانية تأثيرية الغاية التأثيرية يعني أثر فعال الآخرين حرك الوجدان كما قال شعرهم ألا يا طائر الفردوسي إن الشعر وجدان يعني شيء تجده خلجة دفقة فهو شعور تلبس بصاحبه ومن شدة مشاعره كانوا قديما يعتقدون ألا يا طائر الفردوسي إن الشعر وجدانه وقديما كان من شدة عجبهم لهذا الشعر كأنما هو كلام منزل من غير البشر كانوا يعتقدون أن الجن توحي بالشعر حتى أتى الفرزدق فتفاخر على جرير وقال رأيت كل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر يعني أنا الشيطان بتاعي الذي يوحي إلي بالشعر مذكر يعني فيه قوة وبأس وفيه إيحاء شعري شعوري رفيع رأيت كل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر وهذا بمعنى اللغة الانفعالية اللغة التأثيرية هاتي ما عمادها يا دكتور عمادها التشبيه البيان طرق إيراد المعنى يرد المعنى بطرائق مختلفة يعني أنظر إلى قوله تعالى يعني الآيات الكثيرة إن هذاني لساحران إن هذاني طب إن مخفف هذان مرفوعة يعني الأصل إن هذين ولكن هي خففت فلم تعمل ابن مالك يقول في الألفية وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل فبالتالي إن هذاني لساحران يعني مش إن هذين على نبي الله موسى ونبي الله هارون فإيه السياق فيه تضعيف تزهيد فالقرآن ينقلنا إلى ذلك تفضل الصابقين والصابقون نعم الصابقون والصابقون جمع مذكر سالم لابدع القرآن نعم لإعجاز القرآن ومن نحن يا معالي المستشار في ذلك القرآن كله ولكن أنا أحببت يعني أستلفت انتباهكم إلى براعة القرآن ابني أو غيره سألني لماذا القرآن ليس فيه ما تقول التقريرية واللغة العلمية قلت هذا كتاب الله المعجز في لفظه ومعناه صالح لكل زمان ومكان وفيه موطن للتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فلا يتفان على مدار العصور أما القانون قانون وقتي مؤقت فلابد أن يكون واضحا يخاطب الكافة ولكن الكافة من المواطنين فالوطن يعني أو الدولة هي أرض ويعني شعب وفضاء جوي وبري ونظام قانوني كما تعلمون فبالتالي هذا خطاب موضوع محلي وطني ولذلك تسمى القوانين الوطنية ويسمى النظام القانوني الوطني طيب دكتور محمد تحدثت عن الغاية التقريرية وهذه للعقود والتقنينات تحدثت عن الغاية الانفعالية أو التأثيرية تقرير وتأثير فما الغاية القانونية الثالثة هذه غاية مهمة جدا وذكية ألا وهي غاية التوكيد والتشكيك وهذا دور المحامي في القضاء الجناء على وجه الخصوص عندما تكون القضية يعني في المئة مئة محكمة مثبتة شهود الإثبات والوقائع والدلائل والدليل الفني والدليل القول والدليل السياقي والمساقي ولتكلها ثابتة فأنت لا تملك إلا أن تلعب في الإجراءات أو أن تشكك إذ من المعلوم أن الإدانة تقوم على اليقين وأن البراءة تقوم على الاحتمال والشك فليس لك إلا أن تشكك وهذا التشكيك أحيله إلى محور الاستدلال أنا لي مذكرة في ذلك وطلابي في الجامعة يعني أحب وهم يسألونني كثيرا في السعودية عن ذلك اللي هي يا دكتور كيف نشكك يعني فن التشكيك في المحكمات الثابتات بالدليل القولي والفني لها أيضا مداخل ولها إبداع ولها طرائق إن شاء الله أحيلها إلى المحور الثالث طيب أخذنا المحور الأول الكيان ثم ها نحن ذا ننهي محور البنيان اللي هو محور الصياغة وتحدثنا عن مبادئه الثلاثة وله عشر مبادئ هي مثبتة في المذكرة طالعوها حفظكم الله طيب هل هناك شيء؟ نعود إلى المحور الثالث المحور الثالث كنا كيان الفكرة القانونية وكنا بنيان ثم ها نحن ذا في البيان المرافعة المرافعة طيب ما المرافعة يا دكتور محمد؟ ما المرافعة؟ المرافعة يا سادة يا أصحاب السعادة هي أيضا صناعة هي صناعة الإفصاح صناعة البيان سواء بيان تقريري أو بيان تأثيري فإذا المرافعة فن من فنون الخطابة فن الخطابة هذا من ضمن فنون المنطق بالمناسبة قبل أن يكون فنا أدبية وعوذ ذلك حتى تفهموا موقع الخطابة القانونية المرافعة القانونية من هذه الفنون الخمسة هناك فنون خمسة المناطق يسمونها الصناعات الخمس الصناعة الأولى صناعة البرهان اللي هي Proves in English Proves يعني برهان يقين حج دامغة فالصناعة تسمى صناعة البرهان الصناعة الثانية تسمى صناعة الحجاج الحجاج Arguments اللي هي الحجج Argument حجة Arguments يعني إيه الحجاج هذه هي أقرب للمرافع وسنأتي عليها الصناعة الثالثة صناعة الخطابة الخطابة صناعة من صناعات المنطق لماذا؟ لأن الخطيب يضع حجج يضع سياقات يضع مقدمات يجبر المستمع على الخضوع إليها ومن ثم خطيب الجمعة إن كان فائقا لائقا أو أي خطيب في أي مكان في أي تظاهرة أو أي محفل عندما يتحدث قد يبكيك قد يبكيك بكاء حقا قد تلمع عينك وتبرك بل تغرورك بالدموع وكأنك الخنساء يوم وفاتي صخرها كما قالت يعني وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار وأيضا يعني كما قالت إيه أبكيه ليس هذا وقت طيب إذن الخطابة قلنا أول شيء البرهان ثم بعد البرهان اللي هو بروز الحجاج ثم بعد ذلك الخطابة ماذا بعد الخطابة الشعر لأن الشعر ولا يعني منذ قليل سالفا آنفا قلت يعني توهمات شعرية رؤى وجدان شعر خلاجات شعرية أقنعك بها فتقتنع البداية من الشعر فيها خيال وهم ولكن الشعر يحسن ديباجة هذا الوهم والخيال في نظم والشعر يعرف عند العرب هو كلام موزون مقفى كلام موزون مقفى فبالتالي هذه القافية وهذا التطريب وهذا يعني الروي الثابت في القصيد يعطي إقاع فننسجم معه وتتبادله حركاتنا البدنية فضلا عن أواجديننا الداخلية طيب آخر شيء في الصناعة بعد الشعر والتواء ليس هناك إلا صناعة الصفصة واحد دجال الصفصة الصفصة الصفصةية هذه صناعة ومن الذي أتى بالصناعات لما كثرت الصفصة في عصر سكراط المعلم الأول ثم تلميذه أفلاطون ثم تلميذه أرستو الذي يعني جلس في أكاديمية جلس في أكاديمية أفلاطون عشرين عاما فالصفصة انتشرت فأتوا بعلم البرهان ثم بالخطابة الارجومنتس اللي هي الحجاج ثم بعد ذلك كان الشعر ثم بعد ذلك الخمس هي الصفصة دعونا في الصفصة الصفصة أن تأتي بمقدمات زائفة ولكن تحسن ترتيبها وتحسن ديباجتها حتى إنها لا تدخل على الغر غير يعني العاقل أو الغر العيي فتصفصط عليه حتى يقتنع ويا سلام بقى الناس الحبيبة بقى ما يكون واحد بقى حابب وولد كده إيه لسن ذلك طلق اللسان ولسه إحنا في أول ثلاث أسابيع في الجامعة ويعني ما شاء الله لكوة الله لا الحكي والصفصطات فإذن الصفصطة هي فن ولكن هو فن يعني فن زي فن إذن هذه الصناعات نرجع إلى محورنا البياني محور المرافعة المرافعة تنتمي إلى الارجومنتس إلى الحجاج وأنت قانوني إذا قلت خطيب قانوني مترافع قانوني مرافعة قانونية لا بد من حجة يا دكتور محمد كثيرا ما تذكر الحج الارجومنت ما الحجة أقول لكم ما الحج الحجة هي مقدمة تتبعها نتيجة مقدمتان تتبعهما نتيجة أقول أنا كنت واقف في حالي يعني حتى بالعمية نقوله في حالي لا بي ولا علي سبني فقلت له عيب فسكني هذا يا سعدت المأمور ما حدث أو المحقق إن كانت الشقوى قضائية فانظر هذه حجة واقف في حالي إذن أنت لم ترتكب جرما قانونيا فجأة سبني انتهك حق السلامة الشخصية وسلامة العرض سواء هذا السب كان قذفا أو سبا ومعروف الفرق بينهما قانونيا فلما قلت له عيب وكذا سكني واعتدى علي إما بضرب مبرح ضرب يعني خفيف أو ضرب أحدث كذا فبالتالي أنت الآن صاحب حجة يعني في مقدمات والنتيجة لا يشترط أن تقوله يقولها القاضي والقانون يقولها فهذه هي الحجاج فأي حجة لابد من مقدمة أو مقدمتين ثم لابد من نتيجة المقدمة والنتيجة وانسجام المقدمة مع النتيجة ولزوم النتيجة عن المقدمة هذا ما يسمى الحجة فأنت أيها القانوني عندما تترافع أحسن كلامك يعني ده حتى اللنبي يعني في تمانية جيجة ولا كذا يعني على كلامه للمدعية يعني كان أيضا يحافظ على الحجة وعلى بريق الحجة يعني فأنت قانوني لسن طلق ذلق سقف لقف كن هكذا أمام القاضي بادر وأبن له واتشف له عن طوياتك عن حجاجك كن محاججا كن ذا حجة كن ذا سبق فإذن الحجة هي مقدمات ونتائج والنتيجة تلزم عن المقدمة بالضرورة ودائما في المنطق يقولون كل إنسان فان أرسط إنسان يبقى أرسطفان شيء طبيعي أقول القانون يحميني كمواطن ويبيح لي التظاهر المادة كذا وكذا أنا تظاهر لا إذن أنت مدان هنا مدان ممنوع تتظاهر بس الأصل القانوني والمنطقي أنت تمارس حقك بس يعني هذا إن كان يعني فإذن يعني معالي النقيب طيب أنا مضرب مثال يا معالي النقيب إذن هذه هي الحجة يعني الشاهد أنا قصد إن في حجة في حجاج مقدمة أو مقدمتين ونتيجة تلزم عنهما بالضرورة تلزم عنهما بالضرورة كما المجتمع الدولي الآن يعني ولا أريد يعني دعوني في محاوري طيب إذن يا شباب المرافعة المرافعة هي تسمى الخطابة القانونية طيب يا دكتور محمد هل من مبادئ للمرافعة تتحفنا بها كما أتحفتنا بمبادئ أخرى وسأقتصر حتى لا يطول الوقت أنا أعتذر هذه أصول عامة وإلا الأمر فيه تفاصيل وتهاليل يعني ليس هذا وقته المرافعة أقول لكم على سبيل المثال يقولون ولا يعني أدع هذا قد يطول المرافعة أهم شيء في المرافعة القاعدة العامة للمرافعة يا شباب هي قاعدة التأثير التأثير لا بد أن تؤثر إياك أن تضرب بكلمة أو بعبارة أو بفقرة أو بجملة أو بسياق أو مساق إلا وأنت تستهدف به أن تزحزح حجراً من البنيان القناعي للمخاطر إحذر فإذن هي تخطيط الخطة تكون في المرافعة واحد إثنان أصدق المرافعة المرافعة المتحمسة حتى يعرفون المحامي بأنه الوكيل القانوني المتحمس الذي يحرص على حقوق موكل فالحماس إحذر أنت تحدث وأنت نائم وأنت كذا لا لا بد من الحراك والتحرك ولا بد من طنين وإبداع الصوت وإبداع الرتم والإيقاع والتطريب والتطنيب كل ما نهيت عنه في اللغة القانونية التقريرية في الغاية التقريرية العلمية أنت به مطالب في المرافعة فبالتالي تبنى المرافعات على ماذا على الحماس على الإيقاع اللغوي على الإقناع على الجرس اللفظي طيب هناك شيء الأذن القاضي له input كما أنا لي input مثل smart machine لها input وفي processing وفي output المدخلات هذه صدقني أنت والله تستطيع مع القاضي هناك طريقان أنبه دائما طلابي عليهما أحيانا أنت تذكر شيء تستعرض به أمام القاضي حتى ينتبه إليك حتى يأبه لك فلا عليك أن تلقي ببعض الإقاعات والتطريبات وبيت من الشعر لا تأتي له بقرآن وتقرأ له القرآن بعض الشباب يقرأ قرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان طيب ما هات آية أخرى هات آية أخرى لن يأمر بالعدل كأنما أنت يعني تسجر القاضي أو تكون له احرص يا أيها الذي قد لا تكون عادلة فتوقع في قلبه الأسى منك فيترصد بك يعني أو على الأقل لا يعنى بك نعم صدقتي يعني السياق يفسر بذلك يا معالي المستشار أحسنت صح صح وهذه يعني يدخل علي يقول القضاء ثلاث اثنان في النار وواحد في الجن اثنان في النار أو اثنان في النار هذا لا يا صح لا 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 بالتالي احذر احذر ثم إذن هناك شيء يسمى التجريس الموسيقى أو الجرس الموسيقى من هذه التقنيات التركاية أقولها لكم رأيتم أنا في أول المحاضرة قلت الصياغة نهج ومنهاج وتنهيج ونهجة لا بأس اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة صفة يعني صيغة مبالغة هاتي مثل ذلك خاصة في مطلع مرافعتك حتى في مطلع حديثك هاتي يا أخي يا أخي اللغة طيعة في علم اسمه علم الصرف يعني علم الصرف هذا علم قياسي الحريري يقول في مقاماته أو في ملحة الإعراب للحريري والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة يعني اعمل قياس يعني علم الصرف هذا علم قياسي تأتي بالكلمة تستطيع عارفين عبد الفتاح الأسري اللي كان يقعد يقولي هذا الإقاع وهذا الشيء موجود أبدع نهج نهجة منهج منهجية وحتى إن إنجليش لو أنك تترافع أو في شيء يعني تبين بالفرنسية بالإنجليزية لا عليك فلابد أن تستثير وتستلفت نظر القاضي المرافعة من أهم المحاور ولا أستطيع أن أسددها ومن ثم نترك هذا المحور ونقفز إلى المحور الأخير ألا وهو محور لاستدلال المنطق اللوجيك اللي هو يعني أنا أعشق له والمنطق مهم جداً كل الجد وأبدأ هذا المحور طبعاً تحدثنا محاضرتنا خماسية أو عفواً رباعية قلنا الكيان البنيان البيان ها ثم هذا الاستدلال اسمه البرهان البرهان الايه الاستدلال أو المنطق طيب أبدأه بشيء يقولون عننا عن جماعة المحامين يا معالي النقيب إن المحامين كانوا إخوان الشياطين أقول سحقاً لكم أن لكم ذلك يقولون المحامون إخوان الشياطين لأنه في كل قضية في ظالم مظلوم جاني مجني علي في دائن مدين في طرفان وإلا ليس هناك قضية يتصور أن طرفها واحد واحد رفع قضية على نفسه على رأي أخونا سعيد صالح فأنا يعني لا يعني لا يعني هذا محور الاستدلال يحتاج إلى هذه المقدمة كيف المحامون إخوان الشياطين يا هذا يا عقق يا غصة الشجاة والحلق يا مفضل الفول على المرق سحقاً لك ثم سحقاً أن ذلك فيقول لأنه ما من أحد ما من شكاية أو وشاية أو قضية أو مرافعة إلا وفيها شاك ومشكو علي جان ومجني علي وهنا محام وهنا محال فلابد أن أحدهما أخ للشيطان انظروا بس المدخل منطقي عقلي ما هو يعني هذه قضية كيف ترد عليه فلابد من رد منطقية معالي النقيد الرد لنا ردان على أمثال هؤلاء المتفوهة دثنا عن محاور أربعة وها نحن ذا في المحور الرابع والأخير وأعود فقط فأذكر بمحاورنا أول المحاور هو محور الكيان الفكرة القانونية العلم القانوني المعرفة القانونية ونسميه الكيان ثم المحور الثاني ألا وهو محور الصياغة ونسميه البنيان محور البنيان ثم المحور الثالث وهو محور ماذا يا شباب لا محور المرافع ألا وهو محور البيان البيان والإبانة والإفصاح ثم المحور الرابع ألا وهو محور الاستدلال الذي نحن بصدده وهو محور البرهان هذا المحور بدأت فيه بقالة ومقولة شاذة يعني لا تليقوا ولكن ظاهرها يشي ويشير إلى يعني موثقية ما يقول إن المحامين كانوا إخوانا الشياطين لماذا يا هذا؟ قال لأن ليس هناك قضية في القانون إلا ولها أطراف ولابد أن يكون الأطراف على طرفي النقيد اسمها أطراف طرف وطرف فالطرف يكون واحدا طرف وطرف وبالتالي هنا محام وهنا محام فكيف ذلك؟ فلابد أن المحام صناعة وحرفة ومهنة تسمح بالتزيف أو بإيه بيعني قلت له لا أرد عليك بنقطتين كبيرتين هذا هو الاستدلال أنا أشرح من خلال هذه التهمة أو هذه التهمة وكلاهما صحيح أقول له أول شيء المحامة هذه مفهوم المحامة مفهوم وهذا المفهوم يعني يجمع خصائص كثيرة منها يعني أن المحامات شريك للسلطة القضائية في تثبيت العدالة وفي تحقيق العدالة وفي ترسيخ العدالة فكل مفهوم هو مفهوم مفهوم يعني يعم طائفة كثيرة تحته هذه الطائفة تسمى المصادق أي ما يصدق عليها المفهوم فعند مفهوم معنى عام وهناك مصادق يعني تصديقاته في الواقع أفراد والمفهوم يفرض خصائصه على أفراده أما لو أن فرد محامي أتى بسلوك أو بشيء فليس الجزء يفرض صورته وفعلته على القل إيه هي الوسيلة اللي تنبهه غير الصمد نعم حانت التجارب طيب سريعا من ناحية الصوت والإسلوب توجيه الدائرة طيب حياك الله سؤال مركب طبعا ولكن سريعا سريعا لأجل المحاضرات التالية نبرات الصوت فن لا شك ولكن أنا أقول لكم معيار سهل وخفيف دائما من خلال يعني شوف في مادة كل محكوم عليه بالإعدام يشنق كل محكوم عليه بالإعدام يشنق رأيت يعني عند الكلمة المركزية المفتاح الكلمة المفتاحية كل جملة فيها concept فيها مفردة لفظة مفهوم مصطلح هو الذي تدور حوله الجملة عليه شدد يشنق وقلقل وتألق فهذه حتى في قراءة القرآن طبعا التجويد من يقرأ والتجويد هذا يعني هو أداتنا يا أخي المطربون والمطربات يعني يدرسنا التجويد وأحكام يعني كما يقول ابن الجزر والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه فبالتالي التجويد أقصد يعطيك هذا الفن ولكن خذها قاعدة الكلمة المركزية في كل جملة في كل تركيب هناك كلمة مركزية فالكلمة المركزية اضغط عليها واصنع لها نبر وتألق في نطقها هذا بالنسبة لسؤالك الأول على الإيجاز طيب السؤال الثاني عن الانهاء متى تنهي حديثك والله لك معياران في معيار شكلي اللي هو القاضي والهيئة المؤكرة تجد أنهم استقروا يعني في سكون قبل أن يقول وبناء عليه يا أستاذ أنت تستطيع فهذا معيار شكلي وهناك معيار موضوعي هذا منك أنت أنك استكفيت بالنقطة فإذا في معيار شكلي ومعيار موضوعي المعيار الشكلي يعتمد على الرؤية وعلى الخبرة وعلى التحسس يعني فيه بعد روحي ليس له معيار ثم هناك معيار موضوعي أنت تحدده بالنسبة للأمر الثالث أفضل شيء الصمت والصمت يحرج ويجرح لأن الكلام قد تكون له تبعة ولكن أنت تستطيع أيضا من خلال الخطاب اللطيف الخطاب وأنا شخصيا ماذا أصنع مع أي أحد خطبة قانونية مرافعة كذا أجهر بصوتي أصنع شيء يؤدي إلى قلقلة إحداث يعني القاعة الغرفة جلجل فقط كان هذا هو مطلبي غير أن استدرك ما تشاء فقط يعني كأنما هو يسلم لأنك تنهي وأنت لا تنهي أنت تبدي فكأنك تبدأ أو تبدأ أو تبدأ من حيث ظنه أنك انتهيت فتخلب بسمعه وهذه هي المرافعة من الرفع من الصوت المنصة طيب أنا خلاص هكذا وعشان بس المحاضرة القادمة أعتذر إليكم وشكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته